خلينا نروح لأخبارنا النهاردة خالد بيبو طبعا المرة تانية بتمنى له التوفيق عنده مهمة صعبة جدا 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 وهي طبعا الموسم المقبل الموسم اللي هيبدأ أو بدأ بالفعل فترة راحة الفريق ان شاء الله بإذن الله بعد مطش المصري 21 يوم يعني يرجع مرة تانية للتمرين كل التوفيق خالد كل التوفيق بإذن الله ان شاء الله قدهه قدود بفيش شك انه خالد اكتسب خبرات كبيرة جدا على بكلام عن نواحي الإدارية لانه خالد كلعيب كرة احنا كلنا عارفينه اسم كبير ونجم كبير والنجومية مطلوبة زي ما كان كابتن سيد عبدالحفيز نجم كبير زي ما كان كابتن حسام البدري زي ما كان يعني الله يرحمه كابتن سابت البطل النجومية جوه قدت انه دي الأهلي مطلوبة جد فلكن انا بتكلم عن نواحي الإدارية خالد صاحب مشوار كبير في العمل الإداري وواحد من الكوادر اللي تم تطويرها وإعدادها بشكل كبير جدا القصة كلها في صعوبة الموسم على مستوى المشاركة الأهلي في الكم الكبير جدا من البطولات منها ما هو جديد وبيقام لأول مرة عندك بطولتين بطولة النخبة للأبطال اللي هي السوبر القديم عندنا اللي هتتلعب من أربع بمشاركة أربع عندها المفروض يعني أهلي بيراميد سيراميكا فيوتشر ملم يا جد جديد أنا معرفش هل ممكن نلف حوالين القصة دي ولا لأ ممكن كل شيء في مصر وان وعندك بطولة الدولي الأفريقي اللي تم استحداثها وهتتلعب زي ما قلت لكم برح من 20 أكتوبر لـ 21 لـ 11 نوفمبر 21 يوم هي عمر أو مدة اللي هتقام فيها مباراة البطولة وعندك بطولة السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة وعندك بطولة كاس العالم الأندية بالإضافة للبطولات اللي بياخدها أو بياخدها النادي الأهلي كل موسم دوري وكاس وكاس قديم وكاس جديد ودوري أبطال أفريقيا فموسم صعب 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 جدا في ظل كمان ارتباط اللاعبين المحترفين الدوليين وهم تقريبا عددهم في الأهلي نص القائمة تتكلم تقريبا في 15 لعب هينضموا لمنتخبات بلادهم للمشاركة في مباراة الدولية عندك مطشط منتخب مصر في أمم إفريقيا كود ديفور عندك تصفيات كاس العالم عندك المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس فبالتالي فيه تقريبا من مسكواد الأهلي 15 لعب بالإضافة لارتباطهم مع الأهلي بالبطولات السابق ذكرها زي ما أنا قلتها الوقت هيروح يلعبوا كمان مع منتخبات بلادهم ديانج بقى وبرسيتا وعلي معلول وممكن قندوسي وممكن كريستو يعني ما عرفش طبعا ممكن طبعا ريدا سليم إن شاء الله لو تقلق مع النادي الأهلي فأنت كل دول وبالضافة للدوليين المصريين اللي هيلعبوا في منتخب أولمبي ومنتخب أول فأنت عندك موسم ضرب نار الحقيقة كابتل خالد بدأ بالفعل إنه هو يحضر للموسم وزي ما قلت لكم الأول مرة من سنين طويلة أنا مش فاكر من إمتى تقريبا يعني مش فاكر إمتى الأهلي خاد معسكر إعداد كان مفترض الموسم اللي فات بعد فترة الراحة اللي خدها اللعيبة قبل نهاية الموسم كان مفترض إنه بيبقى كان هيكون فيه تحضير يعني لمعسكر خارجي لكن القصة ما تمتش في النهاية لكن النهاردة فيه توجه كبير إنه يبقى فيه معسكر خارجي المعلومات اللي عندي بتقول إنه في واحدة من ثلاث دول إما هولندا أو النمسا أو ألمانيا لكن يبدو إنه النمسا الوجهة الأقرب لمعسكر نادي الأهلي الخارجي واللي بدأ يشتغل عليه إن شاء الله كابتن خالد بيبو كمدير الكرة في الموسم الجديد طيب